سلام عليكم و أحمد الله و بركاته و رجعناكم بحلقة أنصحك لو أضحك عليك عن هاتف ريد ماجيك 5G لأنه ما سويت عليه أي شرح اليوم سوف أفصكميها نقطة نقطة بشكل مختصر وهل يفيد أو لا فأول شيء ما رح نفدي مع الجهاز نشوف التصميم الجديد لإضافته الشركة التصميم الخيالي وكل شيء حلو خاصة بالألوان لإضافتها أو هذه الأمور اللي خلتها بالغلاف الخلفي للجهاز طبعا الجهاز كله محمي بطبقة من كورنجوريلا جلاس 5 وهذا الارجي بي اللي رح ينطيك اسم الشركة واسم الجهاز ريد ماجيك بالألوان وأيضا شعار الشركة واللي يحتوي بالأعلى مالتها رح يكون بثلاث كاميرات فهذا التصميم رح يكون هو كتصميم هندسي وذوقي لأن التصميم دائما بشكل عام هو يعتمد على ذوق المستخدم بالإضافة إلى أبعاد الهاتف أو سماكتها فهنان عندنا وزنة 218 غرام طول الجهاز تقريبا 17 سنتيم والسماكة رح تكون 9.75 مليم يعني شوية جهاز يكون كل السمي لأنه يحتوي على فان ويحتوي على أمور ثانية رح نطرق لها شوية شوية نرجع إلى مسألة الشاشة فالشاشة رح تكون 6.65 إجنوع الأمولد كلش حلو بالإضافة إلى الدقة Full HD Plus كلش تمام لحد هذه اللحظة بالإضافة إلى مسألة معدل تحديث الشاشة الـ 144 هيرز كأول هاتف رح نشوفه مع هذا التحديث الشاشة لكن خلي نحكي بصورة طبيعية أنه الـ 144 ما رح تحتاجها لأنه أكثر الألعاب حاليا هي كلها تلعب مثلا بوب جي على سبيل المثال فالبوب جي آخرها تنطيك 60 فريم وبعض الألعاب تنطيك 90 فريم لكن منازل حاليا على الهواتف رح تنزل مستقبلا فهنا من الـ 90 هيرز أيضا الـ 144 هنا ما رح تستفيد منها بشكل طبيعي فبالتالي أحسها كرقم تسويقي فقط الشركة نافس نعم أنا مو ضد التقنيات بالعكس لكن نحكي واقع حالك للمستخدم أنا همني المستخدم ما تهمني الشركة فالمستخدم أنه إذا يحصل على 90 هيرز هذا كلش كافي كشاشة أيضا لننسى نتدقى فول إيجي بلاس صحيح تشبع الألوان DCI-P3 100% صحيح الـ 16% عالي مع هذه الشاشة ولكن يبقى كثارة بكسلات 387 رقم جدا ضعيف وضعيل في وسط هواتف ألعاب أو هواتف ثانية تضطيق كثارة بكسلات أفضل نعم هي شاشة أموضل معدل الـ MS هو هذا المهم بما أننا نسولف على جهاز الألعاب اللي هو 240 هيرز هذا الأهم شيء مع هذه الشاشة فالمعدل هذا رح يساعدك بالألعاب بالإضافة أن الجهاز رح يكون مزود بشفتات جانبية رح تكون مع الألعاب هذه الشفتات السنسيتف مالتها رح يكون أعلى من 240 يعني 300 هيرز فهذا المعدل رح يكون سريع من ناحية استجابة اللاعب على هذه الألعاب بالإضافة أن التأخير في معدل استجابة رح يكون 2 ميلي سكند يعني 2 بأجزامة الثانية فهذا المعدل كلش حلو بالنسبة للمختصين ومحبين الألعاب على جهاز الألعاب ننتقل على الأداء ونتكلم عن معاني 865 كوازكوم الأمور طيبة فالرامات الوحيدة رح تكون 812 جيجا بايت بـ 16 ولكن مخصص للصين فقط والتخزين 128256 جيجا بايت فهنا لدينا نوع التخزين UFS 3 نعم هنا لنوع التخزين رح يكون جدا كافي بالنسبة لمحبين الألعاب من ناحية النقل أو النسخ من ناحية نوع التخزين أما الرامات فهنا هنا رامات LUDDR5 نعرف أنه فقط رامات اللي تكون بحجم 12 جيجا هي فقط مزودة مع LUDDR5 الأحدث وهذا المهم لمحب الألعاب بهذه النقطة أيضا بالانتقال إلى مسألة وجود الفان أو وجود نظام التبريج على هذا الجهاز فرح يتكون من نوعي تير النوع الأول هو فان توربو والفان توربو هنا رح يطيق 16 ألف دورة من ناحية دورات اللي هي رح تسحب السخونة تسحب الحرارة عد ظروف معينة وتخرجها إلى خارج الهاتف من خلال فتحات بالجانبية للجهاز فهذا شيء جدا مميز إضافة الشركة بهذه النسخة اللي هو الـ كوت كولنك بايب أو الأنابيب التبريد أيضا فرح تساهم مع وجود الفان على تبريد الجهاز قدر المستطاع بطرد الحرارة إلى خارج الهاتف أو تمديدها داخل الجهاز وعدم ترقيزها على المعالج فهذه نقطة أيضا حلوة يتميز بها الجهاز أيضا بالإضافة إلى مسألة شعية بصمة تحت الشاشة الأمور تمام لحد العون نأتي إلى الكاميرات الخلفية اللي ما رح يحتاجها المستخدم أو محب الألعاب مع الجهاز الألعاب ولكن الشركة حطتنا 64 ميجا بيكسل IMX 686 المستشعى لكل شيء حلو 8 ميجا بيكسل رح يكون ألترا وايد بزاوة 120 واثنين مخصصة للعزل بالأمام رح نحصل على 8 ميجا بيكسل هي كاميرا السيلفي ستوريا سبيكر موجود على الجهاز كالعادة من الأعلى ومن الأسفل فالأمور طيبة بالإضافة أنه هنا معدل للصوت رح يكون محيطي 7.1 مع دعم من دولبي أتموس نأتي إلى البطارية 4500 ميلي أم تدعم الشاحن 5.5 واط ولكن الشاحن المرفق داخلي على البيت 18 واط ولكن ركزت على نقطة معينة قلت لكم عليها هي مسألة التاس ريسبونس هذا أهم شيء في اختيار جهاز الألعاب بالإضافة إلى الرامات LEDDR5 وأيضا نوع التخزين والمعاني 865 من سنام دراجون فهنا الجهاز رح يكون متاح بشكل عالمي نسخة 828 بحوالي 580 دولار والنسخة لعلى 12256 جيكا بايت بحوالي 650 دولار في 650 على الجهاز بهذه المواصفات حلو عنده قدرة شرائية تقدر تشتريه أما إذا ما عنده قدرة شرائية وأنت تحب الألعاب بشكل عام فتقدر تأخذ جهاز مخصص للألعاب بسعر أقل وأهم شيء أن تركز على 90 هيرز جدا كافية بالنسبة لك وأهم شيء معدل اللمس اللي رح يكون 240 أو كل ما يزيد عن 180 يكون أفضل مع وجود هذه الشفتات وكل هذه المواصفات أنا أشوفها جهاز مميز سعره مميز لكن إذا ما متوفر فعنده خيارات ثانية من أجزة أو من علامات تجارية ثانية فبالنهاي حبيت أختصر لكم أنصحك لو أبحك عليك بهذا الجهاز والخيار يبقى إليك